أشهد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل بالعلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة الصعود سيما الإعلامية منها كان ذلك خلال زيارة وفد هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودي الذي يمثل فرع الهيئة بالمنطقة الغربية ممثلا بمدير الفرع حمزة بن علي الغبيشي الوفد الذي زار مساء الأحد مقر البعث الإعلامي الأردنية بمكة المكرمة بحضور ممثلي وسائل الإعلام الأردنية المرافقة للحجاج ثمن دور الإعلام الأردني حيال تغطيته لمواسم الحج على مدار السنوات السابقة مشيرا إلى الجانب المهني الذي يظهر جليا في نقل الصورة الحقيقية لحجم الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية لحجاج بيت الله الحرام ودار حوار موسع عبد فيها الزملاء تثمينهم للتسهيلات التي وفرتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية منذ استقبال البعث الإعلامي الأردنية على حدود حالة عمار مرورا بالمدينة المنورة ووصولا إلى مكة المكرمة يشار إلى أن البعث الإعلامي الأردنية تنقل يوميا مزيدا من التقارير حول الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف الأردنية وكافة اللجان المعنية بخدمة الحجيج إضافة إلى نقل ملاحظات الحجاج وتمثل البعث الإعلامي الأردنية من دوبي وسائل إعلام مرئية ومقرؤة ومسموعة فريق بعثة الحقيقة الدولية نظار الخرشة مكة المكرمة